النهاردة التحاد جده السعودي بيحقق أول فوز ليه في الوديات اللي استعدادات للمسم الجديد من الدور السعودي 2014-2015 وكان الفوز على فريق انتر ميلان الإطالة بنتيجة 2-0 طبعا الوديات كلها اللي فاتت فريق الاتحاد اتغلب كله من فرق برتغالية واسبانية لكن النهاردة التحاد جده بيتفوق على المدرسة الإطالية طبعا دي أول مواجهة ليه لفريق إطالة في الوديات اللي إلعبها اللي هي الاستعدادات بتاعته للمسم الجديد فبيفوز بنتيجة 2-0 والهدفين كان عن طريق موسى ديابي الصفقة الجديدة لفريق الاتحاد وطبعا النهاردة موسى ديابي تعرض لاستفزازات من لعبة انتر ميلان من دكة البودلة لكن موسى ديابي طبعا خد حقه ورد فعله كان قوي بعد الاستفزازات اللي حصلت له في المباراة والنهاردة كان عندنا الظهور الاول للحارس الصربي العملاق رايكوفيتش صاحب 28 سنة وكان برضو قدى اداء كويس في المباراة فنبتدي الفيديو ونتعرف على تفاصيل المباراة كلها وايه اللي حصل وكريم بنزيمة النهاردة بيضيع فرص وطبعا هو مش غريب عليه طبعا المفروض كريم بنزيمة اللي عارفينه في الريال مدريد الحكومة كريم بنزيمة بعد ما جاء الاتحاد الحكومة اتغيرت حصل لها استقالة بعد ما جاء الاتحاد فالله بنا نبتدي الفيديو عندنا في الديه 17 زي ما انتوا شايفين فرصة الكريم بنزيمة سهلة يعني ممكن يشوتها احسن من كده بس وهو شوتها بطريقة غريبة مش بنزيمة هولي يشوت كده عندنا في الديه 25 سروع عالمي من الجزائر يا حسام عوار للعب موسى ديابي موسى ديابي بتزديدة برجله الشمال كرة قوية على المرمى الحارس ما يقدرش يعمل لها اي حاجة وده كان الهدف الاول لفريق الاتحاد عندنا في الديه 38 كريم بنزيمة بضيع فرصة سهلة جدا موسى ديابي ادى الكرة لبنزيمة اصاد المرمى متأشرة بس بشوتها بيمينه بطريقة غريبة جدا مش كور كريم بنزيمة نهائيا يعني معرفش بيضيع الكور دي ازاي طبعا هو بيضيع ضربات جزاء فالطبيعي برضو انه يضيع كور زي دي لكن الشوت الاول بيخلص بنتيجة 1-0 للاتحاد في الديه 47 موسى ديابي بيسجل الهدف التاني الفريق الاتحاد زي ما انتم شايفين لعب الاتحاد احمد الغمدي بيسدد كرة بيمينه على شمال حرس المرمى بيصدها الحارس وبيكمل عليها اللاعب موسى ديابي بيسجل الهدف التاني لفريق الاتحاد بعدها شفنا دكة بودلة فريق انتر ميلان بيستفزه موسى ديابي طبعا ده اثر عليه في المباراة لكن في الديه 70 موسى ديابي بيتبدل وبينزل مكانه اللاعب البرتغالي جوتا طبعا اداءه يعني اقل من المتوسط من ساعة مجل الاتحاد لكن هو برضو ما نعرفش هو اللعيبة برضو بتيجي الاتحاد في لعيبة ما بتهتمش ما بتاخدش الموضوع بجد مش مشكلة ده مش مشكلة جوتا المهم موسى ديابي موسى ديابي وهو خارج زي ما انتم شايفين اللقطة يعني رد على الجمهور جماهير انتر ميلان عمل علامة اتنين اللي هي النصر اعتبرها النصر بس هي بيشاور للهدفين لسجلهم في مرمى انتر ميلان وفريق انتر ميلان الايطالي يعني برضو هاجم في المباراة يعني هاجمات برضو كان بيطلع الحارس السير برايكوفيتش بيطلع في كذا كرة عاوز يضغط على اللاعب انتر ميلان لكن بنلاقي اللاعب انتر ميلان بيرقصه على الطرف ومنلاقي الكرة بتتلاعب بس الحظ ان برضو ايه اللاعبة انتر ميلان مش واخدين الماتش بجد انهم يسجلوا اهداف يعني دي ممكن غلطات من الحارس السربي انه بيطلع في حاجات زي دي يعني ممكن يسابع للدفاع شوية بس هو ممكن يعني صح برضو انه بيقفل المساحات على المهاجم انه ما يدلوش فرصة ان يسدد على المرمى عندنا بقى اهم حاجة وهي اول مباراة الفريق الاتحاد السعودي في الدور السعودي المسم الجديد الفين اربعة عشرين الفين خمسة وعشرين اول مباراة للاتحاد اللي هي في الجولة الاولى هتكون يوم السبت اربعة عشرين اغسطس الفين اربعة عشرين المباراة هتكون قصاد فريق الخلود المباراة هتكون الساعة سبعة وعشر مساء بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية فده كان فيديو النهاردة اتكلمنا فيه عن اتحاد جدة السعودي ومواجهته الفريق انتر ميلاني الايطالي وتفوقه على المدرسة الايطالية بنتيجة اتنين صفر وطبعا يعني ان شاء الله الاتحاد بالصفقات الجديدة يعمل اداء احسن من المسم اللي فات الاداء المسم اللي فات كان سيء جدا نتائج كارثية وكانين بنزيمة برضو مستوى لحد دلوقتي مش مقنع النهائي يعني لو في صفقة احسن من بنزيمة بنزيمة احنا كنا منتظرين منه نفس نسخة ريال مدريد لا هو جيل الاتحاد الحكومة كاريم بنزيمة استقالت نهائيا كلها مفيش الحكومة كاريم بنزيمة نهائيا هو كاريم بنزيمة بس بس الحكومة خلاص استقالت اما يعني لو في صفقة احسن لو في صفقة احسن وتلعب بمستوى قوي ما فيش مشكلة كريم بن زيمة يعني هو اسما في الفريق كريم بن زيمة اسطورة اسطورة من اساطير كرة القدم بس المهم الاداء ده الملعب ده اهم حاجة تفيد فريقك بالنتاج اتحقق القاب اما انك تضيع فرص وتضيع ضربات جزاء وتأدي اداء سايق جدا ده مش عاوزينه ده طبعا بيفرق يعني يكون مهاجم قوي هو اللي هيسجل الاهداف موسى ديابي يعتبر السبت نفسه في الوديات وان شاء الله يكمل على كده وحسام عوار برضو لعب ممتاز عمل اساستات النهاردة بشكل خيالي فان شاء الله الصفقات الجديدة هي اللي هتكون عليها دور كبير في الموسم الجديد وده كان فيديو النهاردة وسلام عليكم